عقد الرئيسان الأمريكي جو بايدن والصيني شي جين بينغ قمة افتراضية شدد خلالها بايدن على وجوب أن تكون هناك ضوابط بين البلدين تمنع اندلاع نزاع ثنائي في حين دعا شي جين بينغ إلى تحسين التواصل والتعاون بين بكين وواشنطن ملفات وقضايا شائكة تعكس مشهد العلاقة بين القطبين الولايات المتحدة والصين فبين الخلافات السياسية والاقتصادية دخلت على الخط جائحة كورونا منذ بدايتها حينها كانت أمريكا اللوم للصين حيث اتهمتها بالتستر على معلومات نشأة الفيروس ما أدى إلى مزيد من التأزم في علاقة الدولتين على صعيد آخر شكلت التجارة محورا خلافيا مهما لم يبدأ بفرض أمريكا رسوما على السلع المستوردة ولم تنتهي باتهام واشنطن للصين بسرقة أسرار تجارية أمريكية وبعد الحرب التجارية بين الجانبين شهدت الأونة الأخيرة صراع نفوذ في عدة ملفات كان أحدثها تايوان والمحيط الهادئ برغم الخلافات تلك وغيرها إلا أن هناك خطوط تلاق بين البلدين آخرها اتفاقهما وبشكل مفاجئ في مؤتمر المناخة حيث أعلن الوفدان الصيني والأمريكي عن اتفاق مشترك لتحديد أهداف جديدة للحد من استهلاك الوقود الأحفوري وهو ما يوضح أن ارتباط المصالح قد يجمع أحيانا بين النقضين أكثر مما يفرق شكرا